أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يافغيني بريغوجين عدم وجود خطط لتقليص وجود قواته في الدول الأفريقية بريغوجين شدد على استعداد المجموعة المسلحة لزيادة عدد قواته في القارة في ظل استمرارها بالإيفاء بالتزاماتها هناك وأضمها عدداً كبيراً من المقاتلين الذين اجتازوا أشد الصعاب وحول وجود فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى أشار بريغوجين إلى وصول دفعة جديدة من قواته إلى البلد مضيفاً أن مجموعته تسيطر على أراضي الجمهورية وفقاً لقوله في الأثناء تنظر بولندا وليتوانيا إمكان إغلاق حدودهما مع بيلاروس في حال شكلت مجموعة فاغنر الروسية تهديداً لهما رئاسة الوزراء البولندية كشفت أن مجموعة قوامها 100 جندي من مجموعة فاغنر وصلت إلى الحدود البلاروسية بالقرب من بولندا محذرة من عبورها الأراضي ومدعية أنهم مهاجرون غير نظاميين ومنذ استقبال مينسك مقاتلين في صوف فاغنر على أراضيها بعد تمردهم في روسيا تثير المجموعة موجة قلق في المنطقة ومن ورسو السيد فيتولد يوراشا الدبلوماسي البولندي السابق أهلا بك معنا ما المخاوف التي تشكلها فاغنر على بولندا أولا أبدأ بما يلي وهذا الشعور العام في بولندا نعم هناك هذه التهديدات ولكن لا تتمثل بهذا التوغل العسكري إذا ما سميناه كذلك لأننا نتحدث عن مجموعة محدودة من الأشخاص وإن أيضا المعدات هي ليست بيئة ثقيلة في بلاروسيا لأن ليس هناك أي خطر من مثلا غزو لليتوانيا أو لبولندا وهناك الآن هذه الأعداد والقيام الضعيفة بالمقارنة حتى بالجيش البيلاروسي وحتى الآن إن روسيا لن تتنكد من كسب الحرب مع أوكرانيا وهي لن تتحمل أو تتكبد أي تكلفة لحرب مع الناتو وإن أي هجم على بولندا أو لليتوانيا تعني هجم على الناتو ولكن بكل تأكيد هناك خطر نعم يجب أن لا نغفله ولكن هناك الخطر في المزج بين مجموعة أو المرتزقة من فاقدر هؤلاء الأشخاص ليسوا جنودا ولكن مجرمين ولكن هؤلاء الأشخاص هم مرتزقة ويجب عدم الخلط بينهم وبين من أو الأشخاص الوافدين من الشرق الأوسط إلى خيره وهم موجودون الآن في بلاروس ونحن نعرف ونفهم أن هؤلاء الأشخاص موجودون هناك بشكل إصطناعي مختلق لأن هناك هذه الحدود الغائبة ليس هناك أي حدود بين بلاروس وسوريا مثلا أو أفغانستان إذن لماذا هؤلاء الأشخاص موجودون هناك من أجل أن تخلق أو تختلق بلاروس هذه الأزمة وأن تبتزى الأوروبيين منذ سنتين إذن ربما نتوقع هذه الإجراءات التي سنراها قريبا مثلا من بعد ثلاثة أشهر ربما وربما أيضا روسيا تود أن تزعزع الوضع بشكل إضافي في بولندا ولكن حتى الآن ليس هناك أي خطر حرب إذن هناك مخاوف أن يتسلل هؤلاء إلى بولندا ويثيروا الشغاب وأيضا الجرائم التي قد يرتكبونها في هذه الدولة هذا ما خالص من حديثك لكن هل تفتح بلاروس جبهة قتالية مع الناتو من خلال تحرك قوة صغيرة من فاغنر إلى الحدود البولندية هذا هو السؤال الكبير والجواب حتى الآن غائب لأنني كنت ديبلوماسيا وكنت مسؤولا عن السفارة في مينسك وأنا أعرف أنه لطالما لم نعرف الخفايا الدول من الصعب جدا أن نجيب على أسئلة من هذا النحو والآن أنا لا أخدم في الخدمة المدنية بعد اليوم ولا تصلني أي أسرار دولة ولكن بالنسبة لي قد أشكك بماية لأن أليكسندر لوكاشينكو الذي كان في السلطة لـ 29 سنة في بلاروس ربما يبدأ بهذه الإجراءات من أجل أن يطيل مدة حكمه حتى أكثر من بوتين في روسيا لأنه لسنوات طويلة أن بوتين وليكاشينكو كانوا يتمتعان بالقوة ولكن لوكاشينكو في السنة الماضية كان المستضعف وبوتين كان الأقوى في السنة الماضية ولكن الآن الأمر تغير من بعد هذا العصيان لبريغوجين وفهم الكل أن بوتين الآن لم يعد صاحب اليد الأقوى وربما هذا الأمر سيخلق في مخيلة لوكاشينكو هذه الفكرة التي مفادها ربما هو يمكنه أن يبقى رئيسا لبيلاروس وأن يحكم أكثر من بوتين في روسيا وأظن أن هذه هي الحسابات التي الآن يخطط لها بالنسبة لي أنا لا أتوقع هذا التوتر الهائل أو هذا التصعيد الكبير ولكن على الرغم من ذلك ربما التوترات ستكون منظمة من قبل روسيا في بيلاروس لأن هناك الآن الكلمة الروسية التي لا تزال فاعلة في بيلاروس ولكن الأمر يعتمد على مدى سيطرة لوكاشينكو للروس في بيلاروس ولأي درجة أنا بلدي بولندا يحكم السيطرة على الحدود لأن هناك الكثير من الأجراءات التي تجري هناك من ناحية البولندية للحدود إذن أنا آمل أن نرى هذه الجهود تعزز وأنتم تقولون إن شاء الله نقول إن شاء الله أيضا شكرا لك من وارسو السيد فيتولد يوراش الدبلوماسي البولندية السابقة